وفي مؤتمر صحفي أكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي سيد ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين في الخارج بالمملكة المغربية أكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين ورغبتهم المشتركة في توطيد الشراكة والتعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى وأخيه صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تؤكد بهذه الخطوة التاريخية دعمها للمملكة المغربية الشقيقة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي وحرصها على تنمية التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وأنوها سعادة الوزير بترحيب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية وتقوي الشراكة الاستراتيجية بين البغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأكد أن جلالة الملك المفدى أشاد بما أعلنه جلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة من استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة وقال الزياني إن موقف مملكة البحرين من القضية الفلسطينية ثابت وواضح كما هو موقف المملكة المغربية بضرورة العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين واستنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية من جانبه أشاد معالي سيد ناصر بريطة بقرار مملكة البحرين بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية باعتباره دعما قويا للسيادة المغربية ووحدة التراب المغربي ويعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن هذه الخطوة تجسد موقف مملكة البحرين تجاه المعارك التي يخوضها المغرب لوحدته الترابية وهو تجسيد آخر لمنطق التضامن والدفاع عن الوحدة الترابية المغربية التي كانت البحرين تعتبرها قضيتها الوطنية أيضا ولفت وزير الخارجية المغربي إلى أن الخطوة البحرينية هذه تتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمغربية الصحراء متبرا أن القرار الأمريكي تحولا مهما في قضية الوحدة الترابية المغربية ومنعطفا دوليا وأشهد وزير الشؤون الخارجية المغربي بما حققته مملكة البحرين في ظل قيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه من تنمية شاملة وأكدا أن هذا هو مصدر فخر لكل عربي يشهد به القاصي والداني وأكد معالي سيد ناصر بوريطة تضامن المغرب مع مملكة البحرين أمام التدخلات الإيرانية التي يرفضها المغرب بشكل قاطع مشيرا إلى أن المغرب يقف ضد كل ما يهدد أمنى واستقرار ومصالح مملكة البحرين أن القرار الحكيم لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وتوجيهه السامي لوزارة الخارجية بافتتاح قنصلية بحرينية في مدينة العيون المغربية يمثل خطوة تاريخية تؤكد دعم المملكة وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي وتبرهن على حرص مملكة البحرين على تنمية التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من علاقات الخوة المتينة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر